طقس العرابي محمد الشاكر أهلا وسهلا فيك محمد كل عام وأنت بقى في خير الله يخليكم مساء الخير جميعا مساء الخير محمد كل عام وأنت بخير وأكيد نحكي عن تغيرات مناخية جاهدناها في عام 23 و العكساتها العام المقبل و بدي أبارك لك بنبيل بنبيل كيف الحياة مع وجود طفل جديد والله يبارك فيكم طبعا في البداية يعني أكيد تغيير طبعا كامل بس في غصة طبعا ضمن الأحداث اللي عم بتسير فسبحان الله يعني الواحد بالرغم من أنه مش أو فرحها لكن تظلها بتحسن غير مكتملة لكن إن شاء الله يعني يكون يتربى بعالم أفضل وأكثر عدلا إن شاء الله يتربى في عزك الله يخليكم التغيير المناخي أبو نبيل كيف نقرأه في عام 23 و كيف سيكون تأثيراته في العام 24 بالعالم لا شك أنه شهد في عام 2023 عديد من الأحداث المناخية ولكن أيضا استشهد بمقول الجلالة الملك في مؤتمر المناخي ولا يمكن أن نظر على المشكلة المناخية بمعزل عن ما يحدث في أو ما حدث كمان في القطع خلال فترة الماضية هناك مآسي إنسانية تحدث ولكن بنفس الوقت الكارثة التي حصلت أيضا كان لها مآلات بيئية ومناخية كبيرة جدا هي ليست أقل أهمية مما حصل في العالم من أحداث مناخية سبقت ما حصل خلال آخر كم شهر يعني عم نلمس إحنا تأثيرات تغيرات المناخ محمد لم يعد الحديث نخبوي عندما نتحدث عن المناخ طول موجات الحار الجفاف وإحنا في الأردن مثلا عم نلمس تأخر دخول الشتاء هل هذا مرتبط أيضا بالتغير المناخي دائما بحب أنا أعرف التغير المناخي بشكل مبسط للناس تغير كلمة المناخ لا تعني حالة جوية يومية المناخ هو عبارة عن نمط جوي في منطقة وعندما نقول أنا مناخ المملكة مثلا هو مناخ ماطر في فصل الشتاء هذا يعني نمط التقص في فصل الشتاء ماطر وهكذا وعندما نقول هناك تغير مناخي هناك تغير في النمط تغيرات في النمط أو الأماط المناخية هي تغيرات تحصل قد يكون بعض منها له تأثير عندما نتكلم عن موضوع الأمطار مثلا بشكل عام دخوله أو تأخره يجب أن نقرأ هذا المشهد على مدار عدة سنوات حتى نستطيع أن نقول أن هذا الأمر هو عبارة عن تغيرا في النمط وبتالي هو تغير مناخي نعم نشهد هناك تغيرات في دخول المواسم المطرية ولكن في نفس الوقت نشهد بعض السنوات أن هناك دخول مبكر للمواسم المطرية فهذه التغيرات ليست بالضرور أن تكون تغير مناخية يعني مشغلت علاقة مباشرة ماذا عن الهطولات المطرية هل نحن ضمن المعدل بالنسبة لهذا الوقت من العام بشكل عام هذا العام الأمطار دخلت بشكل جيد في شهر 11 ولكن عندما تحدث عن التغير المناخي بالنسبة للهطول المطرية في الأردن هناك تغير في ذلك فنشهد بعض المناطق التي كانت زراعية تشهد تناقصا في معدل هطول الأمطار ونشهد مناطق أخرى كانت معتاد أن تكون جافة أصبحت بها معدلات الأمطار ترتفع شيئا فشيئ فالتغير المناخي يؤثر بشكل مباشر على معدلات الأمطار وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على الأنماط الزراعية والمناطق التي لم تكن زراعية في السابق باتت أصبحت أقرب أنها تصبح زراعية ومناطق كانت زراعية وتعتمد بشكل كبير على المياه أو على الأمطار باتت أحيانا تعاني من نخص في الأمطار فالتغير المناخي في ناحية الهطول المطري في الأردن بدأ يشهد وضوحا بأن هناك تغيرات في الأنماط المطرية أنا سألتك عن الهطول المطري عشان بعرف محمد السؤال الموسمي بينكم التلج لا 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 ننسى لكن محمد هناك سؤال مهم اليوم العالم كله يتحرك باتجاه التعامل مع التغير المناخي لكن وانت متابع ودائما عندما نحكي هل هذا تغير المناخي موجة الحر الشديدة موجة البرد الشديدة دائما تأتي الإجابة أنه لا يمكن تقييم موجة واحدة عام واحد نحتاج دراسة سنوات لكن العالم يدرس سنوات ويشعر ويستشعر أن هناك تغير مناخي قادم صحيح بس عشان نحكي واقع لا شيء على الأرض يتغير يعني العالم لا يتعامل مع هذه المشكلة بجدية باستثناء في مؤتمرات أتفق تماما بالعكس يعني أعتقد أن التغيرات المناخية يمكن أن نراها ملموسة في بعض المناطق وفي بعض الأوقات يعني من ضمنها مثلا موجات الحر تزداد حدة التغير المناخي يتجسد بوجود حالات جوية أكثر شدة وأكثر حدة الثلج أكثر غزارة لكن ربما مثلا أكثر تقطع من ناحية التكارب في السنوات الأمطار أكثر غزارة في مناطق غير معتادة السيول أكثر الحر قد يأتي في أشهر غير معتادة وعندما يأتي أحيانا في المنتصف الصيف يكثر أرقام قياسية كل ذلك يعني ملموس ولكن أعتقد هناك ما زلنا لا نتعامل مع هذا الأمر محمد بالـ 2024 هل ستكون هناك أي تغيرات مناخية أي ضواهر غير معتادة؟ يعني طبعا أول شيء نترقب هل كان هناك تأثير لما حدث في القطاع على المنطقة هناك إلقاء لعدد ضخم جدا من المتفجرات فهذا الأمر قد يكون له تأثير شهدنا في بعض الحروب من أين أحياني؟ يؤثر الأبحاث العلمية ما زالت تدرس ما هذه التأثيرات تؤثر هل تكون عبارة عن تلوث في مياه الأمطار؟ هل هي تؤثر في نفس الغلاف الجوي؟ ولكن أيضا تقليل الغطاء النباتي في تلك المناطق وجعله مناطق صحاري شهدناها في العراق سابقا عندما أصبحت دول الخليج تعالي من عواصف ترابية كثيرة التكرار بسبب قلة الأنشطة الزراعية التي كانت موجودة في الأراضي العراقية والسورية هذا الأمر بات يتكرر قد يتكرر مرة أخرى في القطاع هناك تغييرات كبيرة جدا جغرافية حصلت فهذا قد تؤثر على المنطقة لا نستطيع القول أنها تؤثر فقط على الأردن بحد ذاته ولكن هناك تغيير قد يحصل قد لا يحصل عام 2024 ينظر إلى أيضا بنظرة أن هناك قد يكون استمرار في الأحداث المناخية التي قد نستطيع القولها القاسية والقوية لا يمكن في علم التنبؤ المناخ القول بأن هناك حالة معينة ستحصل في يوم معين ونعتبر أنه تغيير مناخي لكن أعتقد أنه عام 2024 هو استمرار للتغييرات المتسارعة المناخية وهذا يضعنا بأننا نكون ضمن أي احتمالات لأن نشهد حالات غير طبيعية قوية قاسية وهذا الأمر يعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول وهو أنه ليس فقط علينا أن نعالج الموضوع على الفترات البعيدة إنما يجب علينا أن نتأقلم مناخية مع ما يحصل ونحمي أنفسنا مما يحصل حاليا من متابعتك لملف المناخ محمد هل هناك من جدية في التعامل مع هذا الملف على الأقل من بعض الدول الكبرى اللي ممكن يكون ضغطها اتجاه هذا الملف مهم وأنت ذكرت قطاع غزة وما يحدث من عدوان على فلسطين كل فلسطين في القطاع واستخدام أسلحة محرمة دوليا وأثروا على مياه الأمطار في المنطقة في العالم لأنها ليست أمطار فقط محصورة في الأردن وفلسطين يعني إجابة على السؤال الأول هل نلمس جدية بحسب الأولوية فإن كانت الأولوية نتحدث عن تخيف انبعاثات ولكنها في نفسها تضور في مصالح دولة معين من الناحية التجارية والصنعية لا نلمس جدية في ذلك على العكس قد نلمس عدم التوقيع وعدم الانضمام لمثل هكذا اتفاقيات ولكن هذا أثر ذلك بعيد المدى لا نلمس جدية في الكثير من الأحيان ولا في أحيان أخرى نلمس جدية خاصة إذا كانت هذه المبادرات قصيرة الأمد أو تتحدث عن الوضع الحالي كالتاقلم المناخي أنظمة الإنذار نشر التوعية هذا نلمس فيه بعض الجدية وبعض الدول أيضا طبقت مبادرات كانت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرات تجدير فهناك بدأ منها يرى النور نعم على الجانب الآخر في ما يحدث وما حدث في القطاع وفي فلسطين بشكل عام هو طبعا يؤثر بشكل مباشر على مصادر المياه هذا الشيء المنطقة مرة أخرى الكرة الأرضية لا تعرف الحدود فلا يوجد هناك حدود فعليا داخل الأرض وتحت الأرض وبالتالي ما يحدث قد يؤثر على الثروة المائية على المياه الجوفية يؤثر على الثروة الحرجية وما من تأثيرات ذلك أيضا على الأردن والمنطقة من ما تم إلقاء ومن تغييرات حصلت في القطاع يمكن أن يكون هناك تأثيرات كثير كبيرة على المنطقة على الأردن التأثيرات دائما عالية لأننا قريبين جدا من فلسطين وأي تغييرات تحصل على الطبيعة على الجغرافية يؤثر بشكل أساسي على المناخ من ثروة مائية من هطلات مطرية من غبار من تلوث من كثير من الأمور نعم دائما ما نقول أن البيئة هي ضحية غير معلنة من نتائج الحرب فسؤالي هل برأيك التوصيات التي تخرج بها هذه المؤتمرات المتعلقة ببيئة المناخ تضاهي هول وحجم ما يحدث من انتهاكات على البشر وعلى البيئة في غزة يعني إجابة لسؤالك إذا البشر لم يكترث بهم فما بالك البيئة هذا تماما إجابة سؤالك يعني أهلنا في القطاع لم يكترث بهم من أي أحد وشهدنا في نهاية المطاف ما يحصل البيئة كذلك لا يكترث بها نعم تقاليدنا العربية وحتى في دين الإسلام دائما يوصي بزرع الأشجار والاهتمام بالبيئة وبالتشجير وتقاليدنا في المنطقة نهتم نحن زراعيين في الآخر نحن نعتمد على الزراعة فبالنسبة لنا البيئة والزراعة هي ليست مجرد مهنة هي ارتباط في الأرض وهذا أيضا نرى في فلسطين دائما ونرى في الأردن دائما لكن أعتقد أن العدو لا يكترث بهذا الأمر تماما ويعني لا يعطي له أي وزن وبالتالي تأثيرات ذلك كبيرة جدا على المنطقة وعلينا بشكل مباشر وحتى غير مباشر محمد دائما عندنا قلق من الحصة المائية ومن قدرتنا على توفير المياه للناس ودائما هنا بتكون بالأول على الموسم المطري حتى يرفض السدود ودائما ما كنا نحكي أنه من الضروري أن نعيد تفكيرنا في مواقع سدودنا وآليات تعاملنا معها وقدرتها الاستيعابية هل اليوم في هذا الملف تقرأ بالتابع بتشوف أنه فعليا لدينا نظرة مستقبلية مختلفة للتعامل مع ملف السدود ولوين بتوجه يعني اليوم أنت حكيت عن المناطق الصحراوية أين علينا النتجة في ملف السدود اليوم أنا أعتقد بأننا اليوم نستخدم مياه الديسي وهي نتاج المياه الجوفية التي تحدث في مناطق البوادي وكثرة هطولات المطرية خلال آخر عشرة عوام في مناطق البوادي تحتم علينا النظر إلى الشرق بدأ من أن ننظر إلى مناطق أخرى ننظر إلى البوادي ننظر إلى مناطق الصحراوية قد ننشئ السدود الصحراوية قد نبحث أكثر في المياه الجوفية أعتقد هذا أولوية وطنية اليوم من ناحية المياه المياه أمن وطني وبالتالي النظر في مناطق البوادي هي مناطق خالية أعتقد أنها مهمة جدا الأمر الآخر السدود يجب أن تعادل نظر بها ليس لأن مواقعها الحالية غير مناسبة مناسبة ولكن مع توسع العمراني الذي حصل في المناطق والمدن الأردنية ذلك التوسع جاء على حساب بعض مجاري الأودية فبعض السدود زاد مقدار تدفق الماء لها بسبب هذه التغييرات التي حصلت وبعض السدود قل مقدار تدفق الماء فهذا الأمر أيضا يجب أن يحتم علينا أن نعيد دراسة بسعة السدود وأماكنها ولكن أنا بنظري أن هناك تغييرات إيجابية في موضوع الأمطار خاصة فيما يخص تكرار وكثرة الأمطار التي تحصل في المنطقة الصحراوية نعم ننشكر حضورك معنا محمد الشاكر كل عام وانتبأ في خير